السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب احنا في الاتابيز اخذنا فكرة لما جئنا نتعامل مع الاتابيز سواء كان post and category تعاملنا انه category has many للpost يعني انه one to many العلاقة كانت في الاتابيز طبعا انت علاقة one to many many to many belongs to فعندك اكثر من نوع في العلاقات فاحنا اخذنا اول نوع من العلاقات اللي هو has many بمعنى انه one to many انه الكاتجوري واحد لكن عنده اكثر من post والpost كان شي مثل belongs to اوكي كان يمثل belongs to category لان ممكن تلقى مجموعة بوستات عائدة لكاتجوري واحدة اوكي لكن كاتجوري واحد يمتلك عدد كبير من البوست فكان هذه العلاقة احنا نسميها one to many اليوم راح ناخذ فكرة علاقة many to many مثلا انت عندك tags tags تستفاد من عنده في المواقع نقدر نقول مثلا على سبيل المثال انه انت عندك تريد اتحمل منشور تعمل منشور create post هذا البوست يتعلق بموضوع php تمام طيب انت حبيت نزل منشور اخر ايضا يتعلق بموضوع php يعني على سبيل المثال طريقة ربط php مع الdatabase تمام oracle بعدين عملت منشور اخر php مع المونجو ديبي php oop php والكلاسات ايضا في بمعنى اخر انه الموضوع واحد php لكن عنده اكثر من منشور كذلك المنشورات ممكن تحمل اكثر من تاج يعني شلون انت عندك مثلا خلي نقول انه انت جيت عندك تاج مثلا html تاج css تاج javascript و تاج php اوكي اربع تاجات عندك ممكن كل تاج يحتوي على مجموعة بوستات بالطرف الثاني البوست ممكن انت تنزل منشور full stack يعني مثلا منشور تعمل فيها طريقة عمل المشروع كامل من ال html لل php فهذا المشروع يحتوي على اكثر من تاج تمام لانت راح تشرح من ال html اذا بيها تاج ال html وراء تشرح عن css بيها تاج css وراء تشرح عن javascript بيها تاج javascript وراء تشرح عن php بيها تاج ال php هو منشور واحد لكن يحتوي على اكثر من تاج اوكي او عدة منشورات بيها تاجات مختلفة ففي هذه الحالة راح يكون عندك التاج تحتوي على مجموعة بوستات مختلفة وممكن البوست يحتوي على مجموعة تاجات بمعنى many to many راح يكون هنا عندك اوكي تفهم الفكرة وكيد لما نيجي احنا نطبقها many to many راح توضح عندك الفكرة طيب كيف نصنعها ممكن في control c انوقف التيرمينال وهنا نيجي نقولها php rt sun make احنا ريد نصنع اوكي احنا ريد نصنعه شي تاجات التاجات اكيد راح نصنع لها model ف make model هذا الموديل راح يصنع لنا التاجات تاج اوكي وهذا التاج راح يحتوي على اسم مثل الكاتيجوري يعني html css javascript bootstrap wordpress بمعنى اخر نحتاج نعمل له migration file ليش حتى نعدل عليها ونفس الوقت انضيفه في ال database او انضيفه في ال database ونفس الوقت نعدل عليها فلما اقول لها enter راح يولد لي model اللي هو التاج وايضا المigration file في المigration file هذا هو التاج table ألاحظ انه هذا هو ال default اللي صناعة لي اللي احتاجه شن هو اللي احتاجه انه string name على سبيل مثال انها في التاج اضيف بهذه الصورة او ممكن اسميها بال tag oops tag راح يكون عندك ال id والتاج يعني شنو هو اسمه وهذا هذا الكل ما في الموضوع لكن يحتاج ايضا نربط ال post مع الموديل يعني هنا اذا جاني قلنا close and close هذا مغلقة هذا مغلقة اذروا كلتهم مغلقهم بس بقي ال app blade ممكن نحتاجه او نحتاج اكيد هنا عندك انت ال post model وعندك ال tag model ال post ممكن يحتوي على اكثر من tag وال tag ممكن يحتوي على اكثر من post ففي هذه الحالة نحتاج نفس اللي عملناه في الكاتيجوري function في داخل ال tag له علاقة بمن بالpost تمام يرجع لنا شنو هنا انا بدل has many اذا اريد اصيب many to many اكتب belongs belongs to many اوكي يعني التاقات ممكن تكون عائدة لأكثر من post فلذلك استخدم belongs to many اوكي نفس الشيء بالنسبة المن نفس الشيء بالنسبة للpost في الpost ايضا اصنع function اخر لكن اسميها بالtags جمع اوكي وهنا اكتب tag لانه هذا الموديل اسمه tag اوكي فهنان لا تنسى انه انت تعمل import use 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 tag مثل ما اهنانا اوكي او 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 ما يحتاج ان نعمل لا use اصلا او 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 بهذه الصورة انه يكون انت عندك هنا tag وهنا tag هذا ايضا belongs to many يعني ممكن هذا post يحتوي على اكثر من اكثر من tag وممكن هذا tag يحتوي على اكثر من post او يكون موجود في اكثر من post او في هذه الحالة احنا نعتبر many to many لما نرجع هنا يحتاج من عدنا نعمل php phpr tsan migrate move trash sorry طيب اللي تحتاج ايضا شنو هو انه تعملك table في داخل database فكرته شنو فكرته يحتوي على شغلتين يحتوي على ال id لل tag وال id لل post حتى يقدر يربط كل tag مع post معين ففي هذه الحالة اش راح نقول php rtsun make migration ما نحتاج نعمل model فقط migration هذا migration نسمي بي مثلا على سبي مثال post tag table ونضعه هنا schema create post underscore tag تمام هذا التابل صنع لنا هذا التابل صنع لنا فيها ID وفيها أيضا فيها أيضا post ID يعني post ID والتاج ID فهنا نقدر نخلي post ID وهنا نقدر نخليها tag ID والتاريخ طبعا هذا نحذفه هذا ما يكون increment integer رح يكون integer ليش ما يكون increment لأنه ما نريده يزيده أوتوماتيكيا يعني هو لازم يعرف في post ID شو هو ويضيفه بالنسبة للdown شو رح يكون الdown رح يكون هو نفس هذا الفنكشن مع تغيير اسم ال table يعني بهذه الصورة أوكي بهذه الصورة فقط فهنا نحتاج إلى شنو نحتاج إلى أنه نقول PHP migrate artisan migrate that's it فإذا جينا هنا على الdatabase and قلنا على click you will see post tag بتلاحظ post ID tag ID create update تدوى الآخرين من أمور طيب نحن نوقف هنا نحن الدرس القادم نجي نرون نشرح مراحل create read update delete بنسبة لي money to money نحن نقول لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر